مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب يظهر الله في تعامله مع الإنسان الرحمة والنعمة فالرحمة هي عندما يرفع عقابه عنا بالرغم من استحقاقنا لهذا العقاب أما النعمة فهي أن يمنحنا بركات بالرغم من عدم استحقاقنا لها فالله هو إله كل نعمة كما يعلمنا الكتاب المقدس وبالنعمة أيضا خلصنا وهذه النعمة رأيناها متجسدة في شخص يسوع المسيح لكن على صفحات الكتاب المقدس تؤكد لنا كلمة الله أن الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولأجل هذا يحتاج الإنسان إلى الرحمة وإلى النعمة نعمة الله التي غيرت الخطأ نعمة الله التي أحولت حياتهم وبدلتها وغيرت الماضي بكل ما فيه من خطايا وأثام وشرور نعمة الله التي جعلت لهؤلاء الخطأ حاضر ومستقبل مجيد ولأن الكتاب المقدس صادق في تسجيله لكل ما حدث في حياة شعب الرب فهو لم يخفي خطاياهم ولم يجملها ولم يقدمها بصورة مقبولة للإنسان لكنه كان صادقا في سرد كل الأحداث كما هي لكي نرى بشاعة الخطأ ولكي نعرف أيضا أن نتجنبها ونبتعد عنها من ضمن هؤلاء الذين غيرتهم نعمة الله أربع سيدات ذكرت أسماءهم في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح اشتركنا في سمات معينة وكان لهن ماضي لكن النعمة غيرتهم وصيرتهم أبناء لله وصاروا جزء في خطة الخلاص وفي تاريخ الخلاص الذي يسجل لنا الكتاب المقدس هؤلاء هم ثمار ورحاب ورعوث وبث شبع امرأة أورية نقرأ عنهم في تكوين 38 نقرأ عن ثمار ونقرأ عن رحاب في سفر يشوع أصحح 2 ونقرأ أيضا عن رعوث في سفر رعوث المكون من أربع أصححات ونقرأ عن بث شبع في سفر ساموئيل الثاني وأصحح 11 لكن الدكتور منقز يرى أن متى قد أخطأ باستسجيله لهؤلاء لهذه الأسماء فكيف لمتى أن يضع في سلسلة نسب المسيح سيدات كنا خطأ وفعلنا الخطيئة وما هو الغرض من أن يسجل متى هذه الأسماء في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح ولكن هذا أنوان حلقة اليوم هو لماذا يجهل الدكتور منقز نعمة الله صلاة ليك يا دكتور منقز ولكل واحد بعيد عن المسيح أن يختبر فعلا نعمة الله لحياته خلونا نسمع أول فيديو في رأي الدكتور منقز وهو بيكلم عن هذه الأسماء وهؤلاء السيدات الذين ذكرنا في سلسلة نسب الرب يسوع ناخد أول فيديو ونرجع نعلى عليه تدينا أربع جدات الأولى وقعت في زنا محارب والثانية محترفة زنا وبغاء والثالثة مشروع زنا فاشل والرابعة زنا جيران لماذا ذكرهن متى؟ هل لو كنا هؤلاء الجدات جدة لواحد منكم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام وكان عنده شجرة نسب العائلة هل سيعلق اسمها في نسب العائلة؟ أم أنه سيمحوها؟ لماذا ذكر متى هؤلاء الجدات السيئات؟ وترك الجدات الصالحات فلم يذكر واحدة منهم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نبحث عن جوابه بداية عند أولئك اللاهوتيين المؤمنين بهذه القصة طبعا الدكتور منقز يتكلم من منطلق اسلام من منطلق فهمه هو كمسلم ومن منطلق أيضا نقض للكتاب المقدس فدكتور منقز يتكلم من منطلق أنه شخص بار وأن الله يحب المؤمن القوي عن المؤمن الضعيف وأن الله يبغض الخطاة وأن الله لا يحب الإنسان الخاطئ وأن هناك بعض الخطايا إذا ارتكبها الإنسان يفعل الكبائر وبهذا يستحق الهلاك الأبدي ولا يستحق أن يكون له فرصة تانية حتى إذا تاب ورجع عنها لكن يا دكتور منقز جمال الكتاب المقدس احنا ما عندناش كبائر وصغائر عندنا الخطيئة خاطئة جدا وعندنا أيضا غفران الله ورحمة الله ونعمة الله فلا توجد خطيئة مهما كانت أعظم من غفران الله فغفران الله يغطي كل خطايا الإنسان والإنسان الذي يريد أن يبدأ بداية جديدة الله يعطيه بداية جديدة وكما يسجل لنا الماضي المشين يسجل لنا أيضا كيف صار لهم حاضر ومستقبل مجيد فأنا كإنسان خاطئ أتشجع وأعرف أنه ممكن ربنا يغير حياتي إلى الأفضل هذا ما لا تعرفه يا دكتور منقز عن نعمة الله المغيرة التي تحول الإنسان من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة أنها قصة الأب الذي إذا ترك ابنه وذهب إلى كورة بعيدة وهناك يعني بذر كل أمواله في خطايا وفي علاقات شريرة لكن عندما يعود هذا الابن إلى الأب يجد القبول ويجد المحبة هذه هي محبة الله التي أصلي يا دكتور منقز أن تختبرها أنت شخصيا في حياتك أنت تتكلم من بر ذاتي ومن منظور إنسان بأفعالك مقبول أمام الله لكن صدقني ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد لأجل هذا جاء المسيح ولأجل هذا صار لنا خلاص وفداء بعمله طيب دكتور منقز كمان وهو بيكلم في هذا الفيديو يعني بيكلم بأسف وبيعتذر للمسيحيين أنه بيكلم في هذا الموضوع وبيأخذ دور المدافع عن نسب المسيح كأن الكتاب المقدس أراد تشويه المسيح وكأن متى عندما سجل لنا سلسلة نسب المسيح ووضع فيها هؤلاء الجدات كان يقصد أن يشوه المسيح وكان يقصد أن يسي للمسيح فيأتي الدكتور منقز رأفة بالمسيح ومحبة للمسيح لكيما يقول أن هؤلاء كيف لمتى أن يضعهم ويأخذ دور المدافع المحب للمسيح الذي يريد أن يقدم سلسلة نسب المسيح على أن كل ما فيها من شخصيات هي شخصيات كاملة لم تفعل الخطيئة ولم مرة من المرات يعني تكسر الوصايا فيقول لنا الدكتور منقز معتزرا في الفيديو رقم اثنين نسمع هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه أيها الأخوة الكرام إني أعتذر إلى المسيح عليه الصلاة والسلام إذ ضرحت هذا الموضوع أعتذر إلى العذراء البتول عليها صلوات ربي وسلامه ولكم أشعر بالحرج من طرح هذا الموضوع الغريبة أنه سواء الغريبة أنه اليهود كلهم فخورين بهذه الأسماء الغريبة أنه كل تاريخ اليهود كل تاريخ اليهود يعتبر أن هذه الأسماء هي أسماء مهمة في تعاملات الله مع الإنسان ومتى كيهودي ومتى بيكتب لليهود يعني غرض متى الأساسي هو أن يقدم المسيح ابن داود المسيح ابن داود بحسب الجسد الموعود والذي وعد به الكتاب المقدس ويقدمه لليهود فياتي الدكتور منكز ليعتزل للمسيح نكمل نسبة مع الدكتور منكز بل لعلي أذيع سرا إذا قلت لكم بأن زوجتي قد اعترضتني أثناء التصوير مطالبة بإلغاء هذه الحلقة طبعا نشكر نشكر مشاعرها الطيبة يا دكتور منكز عارب بتفكرنا بإيه زوجتك الفاضلة بتفكرنا بزوجة أخرى فاضلة هي زوجة بيلاتوس التي قالت لبيلاتوس في حلم إياك وذلك البار عن المسيح لكن للأسف بيلاتوس لم يسمع لها فنشكر زوجتك الفاضلة على مشاعرها الطيبة نكمل لما فيها من إساءات نحن لا نؤمن بها لكنها تحملها أسفار الكتاب المقدسة بكل أسف الأولى أن تمزقوا تلك الصفحات من كتابكم التي تحتوي هذا الكلام فمثل هذا الكلام لا يليق أن ينسب إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أنا مش شايف أنا مش شايف إيه الغلط في أنه سلسلة نسب المسيح تضم هذه الأسماء وأنا أتكلم معك بالمنطق يا دكتور منقز أنا معرفش عندك سلسلة نسب رسول الإسلام ولا لا وإذا قدرت ترجع لسلسلة نسبه بعشرين جيل لورا كم واحد فيهما يطلع كويس الماضي عمره مكان عقب أن يكون للإنسان مستقبل مجيد الله وحده يستطيع أن يحول الماضي ويبدله ويجعل الإنسان الذي كان له ماضي وحش يجعل له حاضر ومستقبل مجيد طيب ناتي إلى موضوعنا نعم خطاه نعم خطاه ولكنها نعمة الله يا دكتور منقز وليس هؤلاء فقط الجدات لكن الكل بحسب فكر الكتاب المقدس الجميع ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد من إبراهيم إلى أسحاق إلى يعقوب إلى يهوزة الكل خطاه حتى بوليس يفتخر بأنه كان في يوم من الأيام متحدا للكنيسة لكنه سر سر فخره مش أنه استمر كمتحد للكنيسة لكن سر فخره أن نعمة المسيح افتقدته وغيرته إنها نعمة المسيح ولا يمكن لإنسان أن يختبر نعمة المسيح إن لم يكن خاطئ فالإنسان الخاطئ لا يحتاج للنعمة الإنسان الغير خاطئ لا يحتاج للنعمة زي ما قال الرب يسوع الأسحاق ما يحتاجوش لطبيب الإنسان صحيح هيحتاج للدكتور إزاي لكن لأننا خطاه نحتاج إلى نعمة الله طيب إيه بقى السمات المشتركة في هؤلاء الجدات الذين ذكرهم متى في سلسلة ناسب المسيح السمات المشتركة اللي بتربط كلا من ثمار ورحاب ورعوث وبث شبه جميع هن من الأمم جميع هن من الأمم ثمار اتجاوزها أو ارتبط بيها أو اتجاوزها عيرة ابن يهوزة الأول لما 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 يهوزة راح وسكن مع الكنعانيين وعاش وسطهم فثمار تعتبر أممية ورحاب أممية مش من شعب إسرائيل ورعوث مؤبية وبث شبع امرأة أوريا الحثي وأوريا الحثي مع أنه كان قائد في الجيش لكن هو يتبع الحثيين فأيضا عدد كبير من المفسرين بيحطوا بث شبع على أنها أممية أو يعني أضعف الإيمان جزهة أممية جميع هن من الأمم مش من شعب إسرائيل السمة التانية اللي جمعتهم جميع هن لهم ماضي أو اشتركنا في فعل الخطيئة لهم ماضي ثمار هنتكلم عنها بالتفصيل ورحاب كذلك ورعوث المؤبية وبث شبع سمة التالتل يا دكتور مركز جميع هن كانت في حياتهم نقطة تحول ما الله قدوس هو آه هو إله كل نعمة لكنه قدوس ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إله لإلهنا لا أنه مكثر الغفران هناك نقطة التحول نقطة التحول جعلت من حياتهم ونسلهم أن يكون في تاريخ الفداء ومجيء المسيح طيب أربع نساء في سلسلة نسب الرب يسوع ودول سجلهم زي ما قلنا لحضراتكم متى في أصحاح واحد ثمار ورحاب ورعوث وبث شبع لماذا سجل البشير متى هؤلاء النساء ما هو الغرض ولماذا اختارهم دون غيرهم من النساء وده سؤال الدكتور مونكس ليه محطش يعني مثلا سارة رحيل رفق ليه محطش هذه الأسماء لاختار وذكر فقط الأربع أسماء اللي هما ثمار ورحاب ورعوث وبس شبع هنكلم عن الغرض دون في آخر سليت أو آخر جزء في حلائة اليوم هلونا ناخد أول واحدة ثمار شوف الدكتور مونكس بيقول لنا إيه عن ثمار وبعدين نرجع إلى النص الكتابي ونشوف حياة ثمار ما هي قصة ثمار أول الجدات التي ذكرهن متى في نسب المسيح حين قال يهوذى ولد فارس وزارح من ثمار ما هي قصة ثمار هذه الجدة الأولى من جدات المسيح ثمار هي زانية زنى محارم طيب هو على طول على طول قال لك أن الزوجة أو الإسم الأول أو الجدة الأولى المذكورة في سلسلة نسب المسيح أعطاها على طول اللقب الحكم بتاعه أنها زانية زنى محارم بنشوف النص ويهوذى ولد فارس وذارح من ثمار ده في متى أصحاح واحد قصة ثمار المذكورة في سفر التكوين وأصحاح ثمانية وثلاثين قصة ثمار تحدثنا أولا وأخيرا لا عن ثمار بقدر ما تحدثنا عن يهوذى ويهوذى هو الإبن الرابع ليعقوب رأوا بيم شمعون ولاوي ثم يهوذى كويس كان يهوذى إنسانا خاطئا شريرا آه هو ابن يعقوب لكنه لم يكن ابنا برا يهوذى يهوذى هو صاحب فكرة بيع يوسف أخيه عبدا للإسماعليين يعني الأصحاح اللي قبل تمانية وثلاثين اللي هو سبعة وثلاثين كلمنا عن المؤامرة اللي عملوها إخوة يوسف مع يوسف قالوا نقوم نقتله رأوا بيم خاف على يوسف فقال لهم لا لا إحنا ما نقتلهوش إحنا نرمي في بير على أمل إنه لما أخواته غضبهم شوية يقل أو يمشو يرجع هو ويطلع أخوه من البير ويرجعوا إلى أبيه لكن يهوزة فكر في فكرة ليه قافلة للإسماعليين جاية فقال لهم إحنا نستفدي من إحنا نحطه في البير إحنا أحسن حاجة نبيعه يباع كعبد وباعوه فعلا للإسماعليين اللي خدوه باعوه للمصريين واشتراه فطفار يهوزة في بداية الأصحاح قادوا شره إلى أن يترك يعقوب أبيه وأخوته ويروح إلى الكنعانيين ويرتبط بالكنعانيين وتيزوج من الكنعانيين ده يهوزة لسه لسه الوعد من خلال يعقوب مجاش بأنه يهوزة هيبقى هو صبت اللي ربنا يختاره اللي يأتي منه المسيح ده لسه ما تهمش ومحدش يعرف عن هذا الأمر شيء ده كان بس فكرة الله لكن لم يكن بعد قد أعلن لأن أعلن في أصحاح تمانية واربعين من خلال بركة يعقوب لأبناء أو الاثنى عشر ثمار والعدالة الضائعة خلينا أشرح لكم قصة ثمار ثمار يهوزة اتجوز بنت رجل كان عيني وجاب منها ثلاث ولاد جاب عيرة وعنان وشيلة ثلاث أولاد ولما كبر ابنه البكر وصل مثلا 18 ولا 19 سنة وعشرين لما كبر ابنه البكر كعادة ذلك الزمان وكعادة أي أب يحب أنه ابنه يرتبط فاختار لزوجة هي ثمار فعيرة تزوج ثمار لكن عيرة كان شريرا في عيني الرب ما قال ناشي الكتاب ما هو نوع الشر الذي كان يرتكبه لكنه كان شرير للدرجة أن الرب ريح الأرض منه أماته مات عيرة دون أن ينجب دون أن ينجب فبحسب عادة ذلك الزمان كويس عشان يكون اسم ليه واسمه لا يمحى أخوه يتجوز الأرملة وأول طفل ينجبه يسميه باسم أخيه المتوفي فعنان اتجوز الثمار لكن عنان كان أناني لم يرد أن ينجب لأخيه ويجعل له اسما فقبح الأمر في عيني الرب فمات يبقى يهوز ابنه البكر مات وابنه التاني مات فضله ابنه الصغير اللي هو شيلة فخاف أن يعطي شيلة لثمار قال لك دي وشها وش نحس ولدين ماتوا وده يورينا إلى أي مدى إلى أي مدى يعقوب كان سوري يهوز كان إنسانا بعيدا عن الرب لم يفكر ولو لحظة واحدة أن ممكن يكونوا أولاد وقد ماتوا بسبب خطاياهم لكن كل تفكيره أن أولاده ماتوا عشان ثمار وشها نحس فخاف لألا يموت شيلة فلم يعطيها ابنه التالت وقال لها إيه قال لها روح وعود عند أهلك ولما يكبر الصبي يحلها ألف حلال طبعا هي راحت عند بيت أبيها على أمل إيه على أمل أنها ترتبط بشيلة وتقيم نسل للاتنين اللي ماتوا لألا يمحى أسماء تمحى أسماءهم دي القصة في بدايتها لكن يهوزا وعدها لكن هو عارف أنه مش هيتمم وعده هو بس قال لها كلام كده يريحها وخلاص ولم يعلن أيضا في المجتمع أنها أرملة وأنها حرة وأنه العايز يجاوز بثمار يجاوز بثمار لكن هو وداها بيت أهلها ووعدها أنها تاخد شيلة وبهذا هي مرتبطة بهذا الوعد ولا يمكن أن ترتبط بأي حد آخر وما تقدرش كويس فأي قاليني أرجع للجزء ده بحسب العادات كانت عادة الشعوب في الشرق الأدنى القديم أن يتزوج الأخ أرمالة أخي التي لم تنجب ليقيم إسما ونسلا لأخيها الذي مات كويس دي كانت العادة كمل مع حضرتكم العادات بس أخذ مدخل الأخ جورج من سوريا آلو آلو مساء الخير دكتور مساء النور أهلا أهلا أخونا جورج دكتور أشرف بين الإسلام والمسيحية في رجال المشتركين يمكن أهم رجل مشترك بين الأول رجل مشترك بين الإسلام والمسيحيين هو آدم رجل الله الأول الخاطئ الذي به دخلت الخطيئة إلى جنس البشري لا يوجد إنسان بلا خطيئة تركيز المنقل السقار الشيخ المنقل السقار على الزواني الخطيئة الجنسية فقط لإيمال لمخاطبة العقل الشرقي لدى المسلمين أن الخطيئة فقط هي خطيئة جنسية وهذا خطيئ الجميع أخطاء بدءا من آدم كل أخطاء إلا المسيح كل جميع أخطاء إلا المسيح هذه النقطة أولى النقطة الثانية قبل أن يطالبنا بأن نمحي صفحات من كتابنا المقدس لأنها تحتوي أسماء بعد برأيه بعد من أخطأ أو مع أنهم تابوا تابوا فالأفضل له أن يذهب إلى صحيح بخاري وصحيح مسلم ويقرأ الأحاديث الجنسية عن لسان عائشة التي لا هدف لها التي لا هدف لها لا أخلاقي ولا تعليمي ولا تهزيبي أحاديث جنسية أحاديث جنسية عن الرسول أحاديث جنسية عن بعض الصحابة الذين احتلموا عن قوته الجنسية عن أنه كان يطوف على النساء بغسل واحد كل اللحظة يطوف على النساء تماما صحيح 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 فالأفضل فالأفضل أن يمتلك الجرء الأدبية وجرء والشجاعة أن يمزق تلك الصفحات من صحيح بخاري وصحيح مسلم قبل أن يطالبنا نحن بذلك صحيح شكرا أخويا جورج شكرا شكرا لك شكرا ربي باركك شكرا بحسب كمان القوانين أو العادات اللي نقول بحسب العادات اللي كانت موجودة والقوانين الاجتماعية فقولنا تكلمنا عن القانون الأولاني والقانون الأولاني ده على فكرة تبنى الكتاب المؤدث في صفر التسنية وحطه جزء من الشريعة المساوية اللي بيسميه Liberty Law أو قانون الزوج الأخ الكمان القانون الثاني إنه لو مات الإبن وليه أخ وعشر سنين أو أكبر من عشر سنين عليه أن يعطيه للأرملة عليه أن يتزوج الأرملة ليقيم نسلا لأخيه لكن إذا رفض الأب زي يهوزة إذا رفض الأب يهوزة كويس فعليه فعليه أن يأخذ زوجة الإبن زوجة له ويقيم هو نسلا لابنه دي العادات دي التقاليد ده لم ده صار فيما بعد تحريم بهذا الأمر أيام أيام يهوزة في المجتمع لم يكن هذا ضد عادات المجتمع لكن صار فيما بعد بنسميها زنا المحارب يعني ممنوع أنه يتم هذا الأمر يطلق عليه زي ما بسميه الدكتور منقذ زنا المحارب لكن زنا المحارب حر ما بالنموس المساوي وبنجد هذا بكل وضوح في سفر لوين وأصحاح 17 لكن زواج الأخ من أرمال أخيه لكي يقيم له اسما ونسلا موجود في النموس المساوي في سفر التسنية وأصحاح 25 طب أيه قضية بقى ثمر ثمر قعدة ببيت أبوها منتظرة أنه شيلة يكبر لكن يهوزة بيلعب بها فلما يهوزة مراته ماتت وبعد فترة من الزمن يقول الكتاب أنه تعز يعني خلاص بقى نسي الأمر وراح إلى الاحتفال بجز الغنم وده بيبقى احتفال كبير وكل المدينة وبقى في مهرجان يعني كويس فالناس الناس عرفة الناس عرفة أن يهوزة وعد ثمر فراحوا خبروا ثمر قالوا لها على فكرة حماكي خرج من طور الحزن اللي هو فيه ورايح يحضر الاحتفال في المدينة لجز الغنم فهي فكرت وغطت وجهها وقعدت على طريق كأنها زنية وهو معدي للأسف اتفق معها ودخل عليها وهو لم يعلم وبعد ثلاث شهور قالوا له الحق مرات ابنك حامل فقال تحرك بالنار يعني هو ارتكب الخطهية لكنه يحكم على الآخرين وهي ازاي بالزبط الدكتور منقذ عنده بلاوي لكنه بيحكم على الآخرين فالمهم بعد لما أثبتت انها هي وانه هو اللي نمعها خلفت ولدين ومالولدين دول صاروا نسل يهوزة ليس دفاعا عن ثمار انا مش بندافع عن ثمار ثمار ارمالة والارمالة الارمالة الشيء الوحيد الذي يعطيها امان في المجتمع هي ان تكون زوجة او تكون ام ده الامل الوحيد والامان الوحيد لها في المجتمع ان تكون زوجة او تكون ام ارمالة ومتهمة ظلما متهمة بان وشها نحس وهي لموتة عيرة وعنان مع ان الكتاب نصه وقال انهم الاثنين كانوا اشرار مظلومة ومهدوم حقها بدل ما هي تاخد شيلة ويوفي بعد ليها ويعطيها شيلة ظلامها وهضم حقها وقعدها ببيت ابوها ولم يعطيها حتى كتاب انها حرة من حقها ان ترتبط باي انسان كل ما ارادته هو النسل وليس الجنس ثمار لم تسعى نحو الجنس ثمار سعت نحو النسل قد يكون سعيها بطريقة خاطئة وده صح الخطيئة خاطئة والكتاب سجله لان احنا علشان نشوف انه الخطيئة خاطئة جدا لكن لم يكن غرض ثمار هو الجنس لو كان غرضها الجنس ما كانتش تروح لحمها كانت تدور على الشبان لكنها ارادت النسل ابنائها الذين ولدوا حلوا مكان زوجيها الذين ماتوا ولم تنجب منهما طيب اجي الى نقطة مهمة قصة ثمار ما بتقدم لناش مبدأ اخلاقي يعني مش بتقول لنا زي ما عملت ثمار ينبغي اندفع نحن لا هي بتقول لنا انه ما فعلته ثمار لم يكن مقبولا لكنها بتتكلم عن هي القصة بتتكلم عن نعمة الله بالذات لما اسمها يأتي في نسل الرب يسوع نعمة الله التي تعمل في حياة من لا يستحق هي جابت الولدين وعملته بعد كده ربتهم لم ترتبط حتى بأي شخص آخر ولم ولم تقم علاقة جنسية مع اي انسان آخر انا بقول بردو ليس دفاعا عن ثمار تحقيق مقاصد الرب لا يتوقف على حالة الانسان لا توجد خطية اكبر من غفران الله وانا هاختم بي سؤال للدكتور منقص يريت يا دكتور منقص تعمل لنا حلقة وتقارن فيها تقارن فيها ما بين يهوذة وثمار وما بين حاجة تانية او لحضرتك دلقتي انا عايز يكون عندك الجراءة ان انت فعلا تعمل حلقة تقارن فيها ما فعلته ثمار بكل المقييس يعتبر غلط كذلك ما فعله يهوذة بكل المقييس يعتبر خطية ماذا بقى يا دكتور منقص عن رجل اشتهى زوجة ابنه رجل حامى يعني اشتهى اشتهى مرات ابنه وسعى لكي يطلقها من ابنه فيتزوجها هو ممكن تعمل لنا حلقة مقارنة ما بين يهوذة وثمار وما بين رسول الاسلام وزينب بنت جحش زوجة ابن رسول الاسلام بتبني زيت ممكن يا دكتور مونكز اتحداك انك تعمل لنا حلقة مقارنة ما بين هذه الحالات تاخد الاخت فريال من انجلترا الو اخ اشرف سلام ونعمة المسيح معك والربي باركك انت كفيت ووفيت عن الموضوع والربي باركك ويستخدم لمجد اسمه باسم الرب يسوح انا بس حابة اقول دكتور مونكز السقار بالحقيقة وبامانة وامام الله انا مش فق عليك يا دكتور مونكز لانك انت بالذات تحتاج الى مونكز ومخلص وبره وخلصت من البر الذاتي اللي انت مثل في الريس وقف يصلي في نفسه وقال اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع وعشر كل ما اغتنيه يعني هو مذباه بعماله واصلي من كل قلبي يا دكتور منقذ اليك بامانة الله وباسم المسيح اني تكون مثل العشار تقف وتصلي وتقف امام الله اللي يقول الكتاب المقدس واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ ماذبه بعماله لكن اعترف انه هو خاطئ واصلي انه الرب المخلص يسوع المسيح يلمس قلبك ويخلصك من هاي العنسريات ومن هذا البر الذاتي لان ليس بأحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان يخلص الرب يسوع المسيح وامانة الله انا اصلي من اجلك واضيف صوتي الى صوت اخي العزيز الدكتور اشرف الرب يباركه انه تعمل ايضا حلقة عن جنة الاسلام جنتكم في الاسلام والرب يباركك ويخلصك ويلمس قلبك شكرا اشرف الرب يباركك ويحفبك شكرا لك وبنسعد دايما بمداخلة حضرتك معنا ايهما ايهما افضل يا دكتور مونكس ايهما افضل ايهما طبعا احنا لا نقارن الشر بالشر ولا نقارن الخطيئة بالخطيئة ومش بنقولك يعني بندافع عن اللي عندنا نقولك بص على اللي عندك لا 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 مش هيدل مش هيدل مش ده الغرض بس لانا حضرتك بتقرأ بمفهوم غلط وانا شجعك انك تقرأ بمفهوم صح طيب نيجي الى رحب شخصية تانية شخصية رحب نسمع الاول الدكتور مونكس بيقوليني عن رحب ونيجي نكلم عنها بحسب الكتاب ما قصة راحب هذه هل هي جدة فاضلة جدا آنية آريحة المشهورة امرأة محترفة زنا شوفوا الدكتور المونكس عنده الكذب مقبول الغش مقبول الخداع مقبول كل يعني حتى الاسلام او التعليم الاسلامي بتشجع الانسان على على هذه الافعال لكنه الزنا ومشكلته في الزنا زي بالزبط الاخوة المسلمين ما بيفكروش غير في الجزء اللي تحت في المرأة بس آه هي هي زانية وكتاب قال لنا انها زانية وسجل لنا انها زانية لكن ما وقفش عند كده لو كانت رحاب زانية وظلت زانية لهلكت مع شعب اريح لكن ماذا فعلت رحاب رحاب زانية لكنها صارت بطلة الماضي يا دكتور منقذ مش عيب مش عيب آه فيه ماضي يخجل لكن الحاضر هو اللي عيب لو ما زلت عايش بالحاضر بنفس خطايا الماضي هو ده العيب لكن لو اتغيرت واتنقلت من الظلمة الى النور آه ماضي مغجل لكن مين ملهوش ماضي مغجل مين ما فيش في حياته خطايا مين كامل يا دكتور منقذ الكامل الوحيد الذي عاش على هذه الارض وقال من منكم يبكتني على خطايا هو شخص الرب يسوع المسيح واحد حتى رسول الاسلام كان بيطلب من الله ان يخفر خطايا وخطايا مسكور يعني بغزارة الاحاديث ماذا نقرأ الماضي مهما كان ليس عائق ليصير الانسان افضل ده الفكر الاسلامي لو ليك ماضي وحش استمر في الوحش انما الفكر المسيحي لو ليك ماضي وحش ربنا ممكن يصنع حاضر ومستقبل حلو ليك لا توجد خطية كبيرة على الرب ان يخفرها يعتبر الايمان نقطة التحول الاساسية في حياة الانسان طيب ايه قصة رحاب رحاب كانت زانية ومدينة اريحة كانت مدينة ضخمة لها صور ضخم ولانها من الطبقة الدون زانية فكانت بتعيش عند الصور على الصور يشوع في يوم من الايام الرب قال له ارسل ابعث ناس يتجسس الارض ابعثهم لاريحة فرح بعث رجلين جاسوسيين فارسل يشوع بين النون من شطهم رجلين جاسوسيين سرا ما دم هم جواسيس اللي بقى لازم يكون سرا قائلا اذهب انظر الارض واريحة فذهب ودخل اول ما دخلوا دخلوا بيت امرأة زانية مش علش هان يا دكتور منقز يفعلوا الزنا معها لانهم معرفوش حد ويمكن ده البيت الوحيد اللي بيرحب بالغرب ويمكن ده اقرب البيوت الى الصور فذهبوا فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتقع هناك مش عايزك تقراها يا دكتور منقز واتقع معها واتقع هناك ناموا لدهم في البيت ده زي الهوتيل يا دكتور منقز فقيل لملك اريحة الـ CIA بابتاع مدينة اريحة اخبر الملك فقيل لملك اريحة وهذا قد دخل الى هناك الليلة الرجلين من بني اسرائيل يتجسس الارض فارسل ملك اريحة الى رحاب يقول اخرج الرجلين الذين اتي اليك ودخل بيتك لانهم قد اتي اليتجسس الارض كلها فاخذت المرأة الرجلين وعملت ايه وخبقته طب هي ليه خبقتهم ليه عرضت حياتها الخطر اقولك لي يا دكتور منقز لون هذه المرأة كان عندها وعي وادراك اكبر بكتير من افعالها ومن شغلها اللي بتشتغل قالت للرجلين علمتوا ان الرب قد اعطاكم الارض هنا يظهر الايمان علمتوا ان الرب قد اعطاكم الارض وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع سكان الارض ذهبوا من اجلكم لاننا قد سمعنا كيف كيف يبس الرب مياه بحرسوف قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموا بملكي الامورين الذين في عبر الاردن سيحون وعوج الذين حرمتهما سمعنا فزابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت هنا بنجد ايمان هذه المرأة هذه المرأة امنت بالرب اله اسرائيل ان هو الرب الحقيقي ان الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت فالان احلف لي بالرب واعطيني علامة امانة لاني قد عملت معكم معروفا بان تعمل انتم ايضا معي مع بيت ابي معروفا هذه المرأة كان عندها وعي روحي هذه المرأة اردت التاريخ صح اردت الاحداث صح اردت انه مش ممكن يكون يكون هذا الشعب بمع انه شعب ضعيف مش ممكن اللي بيحصل معاه داوان يكون بالصدفة لا ده الله هو اللي عامل كده وهو اللي يبس المياه وهو اللي قضهم في الحرب وهو ايضا الاله في السماء وعلى الارض هل استمرت بعد كده في زناها دكتور منقز لا سواء التقليد اليهودي او غيره بيقولنا انها صارت من شعب اسرائيل وتزوجت وانجبت وعاشت حياة كريمة نشوف بقى دكتور منقز بيقولنا ايه كاتب العبراني بالايمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصا اسقبلت الجسوسين بسلام كان ممكن تهلك مع شعب اريحة اللي وقعت الاسوار وحرموا المدينة كلها لكنها امنت بان الرب هو الله في السماء وعلى الارض ومن يا دكتور منقز لا يحتمي في شخص الله ويخيب ظنه محدش عرفت ايه اه زاني لكنها امرأة ايمان وبطلة وتغيرت حياتها عبال ما يأتي اليوم يا دكتور منقز اللي فيه انت ايضا تقول انا كنت متطهد الكنيسة والمسيح لكن نعمة الله غيرتني وبدلتني اجي الى رعوث نسمع كلام الدكتور منقز عن رعوث في الفيديو الخاص بها قصة رعوث هذه لماذا ذكرها انجيل متة هل لها قصة هي الأخرى نعم بل لها سفر كامل يحكي عن مغامرتها هذه المرأة لم تصل إلى مرتبة زانية هي مشروع زانية لكنه مشروع فاشل لأنه انتهى بأن تزوجها عبيد ولم يزني معها عفوا بوعز تزوجها ولم يزني معها طيب لماذا ذكر قصتها هذه المرأة كانت مؤابية مؤابية والمؤابيون ليسوا من بني إسرائيل هم أعداء بني إسرائيل طيب خلو بلكم أقول لك هي كانت مشروع زانية لكنه مشروع فاشل لأنه انتهى بالزباج طيب الرب يجعلك كرعوس التي احتمت تحت جناحي الرب رعوس مؤابية عاشت كل حياتها تعبد الأوثان لكن لما حصلت مجاعة في بيت الأحب أسرة بالكامل أسرة ألي مالك ونعمي وابنها الاثنين وابنهم الاثنين راحوا إلى مؤاب راحوا يعيشوا في مؤاب لعل مؤاب يكون فيها خبزة فهناك مات الأب والولدين اللي خدوهم اتجوزوا امرأتين كان عانيتين وبعد فترة من الزمان الولدين ماتوا فظلت نعمي مع كانتين هالاثنين ونرى القصة الجميلة دي في سفر كامل من أجمل الأصفار وأروع الأصفار وأجمل القصص اللي بتتكلم عن نعمة الله اللي بتغير إنسان نشوف لما قررت نعمي ترجع قالت لي بنتيها ارجع يا بنتي لماذا تذهبان معي هل في أحشاء بنون بعد حتى يكون لكم رجاء ارجع يا بنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون لرجل وإن وإن قلت لي رجاء أيضا بأن أصير هذه الليلة لرجل والد بنين أيضا هل تصيران لهم حتى يكبر هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكون لرجل لا يا بنتي فإني مغمومة جدا من أجلكما لأن يد الرب قد خرجت علي ثم رفعنا أصواتهن وبكينا فقبلت عرفة فقبلت عرفة حماتها ومشيت طيب فضلت مين فضلت رعوس رعوس قالت لها لا عرفة مشيت أنا مش همشي فقالت وذا قد رجعت سلفتك إلى شعبك وإلهتك ارجعي أنت وراء سلفتك فقالت رعوس لا تلح علي علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بنت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي هنا نقطة التحول أنها جعلت الله إله إسرائيل هو إله حيثما مدت أموت وهناك أندفن هكذا يفعل الرب به وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك رجعوا إلى بيت لحم وكان المجاعة خلصت وبدأ في وقت ازدهار وخير ولما رجعوا بيت لحم هم ستتين ست كبيرة وست صغيرة رعوس فرعوس قالت هخرج أشتغل ألتقت خرجت تلتقت لده كان جزء من الشريعة إنه الغريب لي نصيب لما يبقى في وقت الحصاد إنه أي حزمة تقع وصاحب الأرض شيلها يسيبها للغريب أو يسيب أربع أطراف الحق للغريب أيضا لكي ما يكون له خبز المهم الرب باركها وقع نصيبها في حتة أرض لرجل عظيم اسمه بوعز كويس بوعز ده طلع قريب مين قريب نعمة وطلع الشخص اللي هو بحسب النموس يعتبر كينزمان ريديمر أو بيسموه اللي هو من حقه إنه يفك أو يقيم نسل لابنها الذي مات اللي هي عملية الفكاك المهم قالت لها إيه ده هو النص اللي بيكلم عنه الدكتور منقذ فأصحح ثلاثة قالت لها نعم حمتها يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير فالآن أليس بوعز قراب لنا وذقراب لنا لكي يتزوجك وليس لكي يقيم معك إعلاقة غير شرعية أليس بوعز قراب لنا الذي كنت مع فتياته ها هو يذري بيدر الشعير الليلة فاختسلي وتدهني والبسط ثيابك وانزلي للبيدر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب ومتى اتجع في علام المكان الذي يتجع فيه وادخلي وكشفي ناحية رجليك رجليه والتجعي وهو يخبرك بما تعملين كل العملية دي ليس منها الجنس يا دكتور مونكس كل العملية دي ليس منها الجنس كل العملية دي أنا برتمي تحت حمايتك انت اللي تحميني انت اللي من حقك انك ترتبط بيا كشخص كينزمان ريديمر كفاكك وتزوجها بوعس وانجب منها عبيد وعبيد جاب يسا ويسا جاب جاب داود طيب انا كان الوقت نعارف بيجري لكن بث شبع كلنا عارفين قصة زينة داود وقبح الامر الذي فعله داود في عيني الرب لكن الابن اللي تولد من هذه العلاقة بات لكن لما تزوجها داود واخدها كزوجة انجب ابن اخر وهذا الابن صار هو سليمان لكن اختم لماذا وضع البشير متى هؤلاء السيدات في قائمة ناسب المسيح لان الله في نعمته يضم الخطأ ويجعل لهم اسماء ليكون المجد كله له وليس لانسان لانه مهما كانت خطيانا كبيرة الا انه غفران الرب اكبر واعظم جميعهن من الامم وده بيمهد للارسالية العظمى اذهبوا الى العالم اجمع نعمة الله يا دكتور مونكز مهما كانت خطيانا لكن الرب مستعد يجعل لنا حاضر ومستقبل مشرك الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم